فيما يتعلق بنادي الزمالك وخبر وحيد عندي نهارده ايضا كان فيه تدريب تحت قيادة كارتيرون كارتيرون بيحاول استغلال فترة التوقف دي في انه يحط بصماته كاملة مع الفريق استعدادا لمباراة في منتعى الاهمية امام مولودية الجزائر ثم استئناف الدوري العام انتظم اشرف بن شرقي في التدريبات الجمعية النهاردة على استاد عبداللطيف ابو رجيلا كان بن شرقي ادى تدريبات اهلية مبارح بعد عودته من الاجازة اللي حصل عليها بموافقة الجهاز طبعا كمان تدرب معاه محمود علاء وتدربوا ايضا على ركلات الجزاء وفقا لموقع الرسمي لنادي الزمالك ماتش الزمالك مع المولودية في الجزائر هو ايضا يوم 3 ابريل في نفس اليوم اللي هيلعب فيه الاهلي مع المريخ السودان جاز الفني بقيادة كارتيرون استقر على خوض مباراة ودية ايضا مع فريق الشباب بالنادي يوم الجمع يعني الاهلي بكرة هيلعب مع فريق الشباب بتاع الاهلي وبعد بكرة الجمعة الزمالك هيلعب مع فريق الشباب بتاع الزمالك ده بعد اعتذار فريق سيراميكا كيلو باترة اللي كان منتظر ان هو يلعب معاه المباراة ودية بتاعة يوم الجمعة اسامة نبيه المدرب العام كان طلع كلام على انه حمزة المثلوسي اه اتأخر في العودة والكلام ده كله وانه اسامة نبيه هيعمل مذكرة لعقابه وكلام ده اسامة طلع ونفى كل هذا الكلام اشتركوا في القناة